لكن هنروح دلوقتي لملعب مبارا وزميلنا لعزائي كريم أحمد وفاروق صلاح تفضل يا كريم برحب بك في البداية كابتن أعيم إن شاء وطبعا كل التحاليك والكابتين الكبار وكل جمهور النادي الأهلي بدأت بقى الانطلاقات وبدأ الموسم يا رب إن شاء الله يكون موسم خير على فريقة للنادي الأهلي بدأنا النهاردة ونقدر نقول أولى المباريات الودية استعدادا طبعا للموسم بشكل عام ومنها السوبر المصري أمام طلاق الجيش إن شاء الله لكون مباراة يوم عشرين على استعداد برج العرب استعدادات جيدة جدا لفريقة النادي الأهلي بتحضيرات مهمة الحياة من بيتسو موسماني يمكن عايزين نتطمن نهاردة على العدد من اللاعبين أهمهم طبعا بعض الصفقات يمكن نهاردة مش هنشوف ميكسوني مش هنشوف بيرسي تاوم لكن هنشوف النهاردة حسام حسن هنشوف عمار حمدي منتظرين كمان عبدالقادر يكون متواجد فيارب إن شاء الله بإذن الله النهاردة التوليفة اللي يمكن لنا بيتسو موسماني نهاردة قدر أنه يختارها تكون النهاردة بشكل جيد نقدر نتطمن بشكل عام على الفرق كابتن أيمان وأيضا كمان نهاردة يمكن كان فيه تدريب ثلاثة ونص عصرا لكل المجموعة اللي يمكن مش هتشارك النهاردة فيه إلا تدريبات سواء مجموعة المنتخب أو بعض أيضا اللاعبين اللي يمكن لنا بيتسو موسماني إداهم راح على رأسهم بدر بنون بدر بنون كنا يعني متخيلين هو يكون نهاردة متواجد فيها المباراة لكن الحقيقة طمنا من طبيب النادي الأهلي تحديدا على بدر بنون إصابته أو حاجة لكن هو مش مشارك قال لا يمكن الراجل إدا له النهاردة يوم إضافي شوية راح لي بإذن الله لأن يكون إن شاء الله متواجد فيه تدريب الغد تحضيرات مميزة جدا بالنسبة للفريق النادي الأهلي زي ما أنت شاهد كابتن أيمان للإستعدادات فريقين بيسخنه نهاردة مباراة تبيت روجيت النهاردة مباراة تكون استفادة كبيرة جدا لنادي الأهلي نتمنى بس ما بقاش فيه احتكاكات يعني المباراة تكون بس يعني ما بقاش فيه احتكاكات قويلة إحنا عايزين نحافظ على لعبة نادي الأهلي بشكل عام والنهاردة الفريقين يحافظوا على بعض والفايدة كلها تكون لصالح الفريقين الأمور طيبة جدا إن شاء الله بإذن الله لعبتنا النهاردة يكون مركزة في شكل كبير نسفيد من الجرعة التدريبية نهاردة النتيجة مش هكون فرقة بشكل كبير جدا مجهاز الفني على قد النهاردة ما يكون اللي تطبق النهاردة الجرعة التدريبية يكون قوية إن شاء الله ويا رب إن شاء الله بإذن الله نتطمن على اللعيبة ونتطمن كمان بشكل كامل على كل الصفقات اللي نهاردة هتشارك فيها دي المباراة وبالتأكيد يا كابتن أيمان إن شاء الله يكون مستمرين معاك أنا وزميل العزيز فاروق صلاح سواء نهاردة يكون معاك مع بيت روجيت وأيضا كمان عقب انتهاء المباراة يكون لنا لقاءات مع فريق نادي الأهل وفريق بيت روجيت نتكلم منهم على المباراة وأهمية النهاردة هذه المباراة سؤال كريم قبل ما نروح لفاروق هل حد من اللي بيتدربوا دول ليه النهاردة دور في المباراة الودية لا كل اللي ممكن تدرب يا كابتن أيمان يعني خلاص بقى جرعة تدريبية النهاردة ثلاثة ونص خلصت أربعة ونصة أو خمسة ثلاثة اكتفى كل اللي كان بيتشارك النهاردة فيه التدريب على أن يكون كل المتواجدين في المباراة النهاردة اللي عيبة طبعا هكون النهاردة فيها التشكيل مع بعض العناصر مع بعض كمان العناصر اللي هنشوفها النهاردة من قطاع النشئين لكن كل اللي تدرب مش ايشارك النهاردة فيه مباراة اليوم شكرا جزينا زميلنا العزيز كريم أحمد ومن كريم نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح اتفضل يا فاروق كل الشكر يليك يا كابتن أيمن وشكر موصول لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم الكابتن هاني رمزي والكابتن أسام عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادل آلي في كل مكان زي ما الزميل العزيز الكريم قال بداية بداية النادل آلي والاستعداد لمباراة السوبر أمام فريق طلع الجيش النهاردة المباراة الودية أمام فريق بيتروجيت أولى المباراة الودية للنادل آلي أعيز أقول لك فريق بيتروجيت اللي بيقود وجاس فاني بقادة الكابتن ربيع ياسين وبيعاونه الكابتن علي عشور والكابتن أحمد أبو مسلب يعني ندرنول بداية قوية لي وقال لتجربة قوية جدا إن أنا أمام النادل آلي في إطار استعداده طبعا لدور الممتاز مجموعة صعبة جدا مجموعة القاهرة الفريق كان خاض لقاء ودي أول أمام فريق حرس الحدود وانتهى في وز فريق بيتروجيت بعدفين مقابل اللي شيء النهاردة هو ثاني لقاءاته الودية وأيضا من ضمن الجدول اللي وضعه الكابتن ربيع ياسين من أجل السعداد لدور الممتازبة عنده مجموعة من المباراة الودية أمام فريق الفيوم وبني سوف ويختتم لقاءاته بملاقات فريق الإسماعيلي أقدر أقول لك أن الكابتن ربيع ياسين يعني عمل ثلاث أجيال ما بين عناصر الخبرة متوسط أعمار اللعبين 23 سنة عنده مجموعة من الشباب وأيضا مجموعة من اللعبين الصعيدين من الأخبار المهمة جدا لفريق بيتروجيت أنه خلال يعني منذ ساعاتها قليلة جدا أبرى موحدة من الصفقات القوية بالنسبة له وهو التعاقد مع أحمد عبدالزاهر مهاجم فريق نادي أسوان ومهاجم النادي الآلي السابق أحمد عبدالزاهر كواحد من العناصر القوية اللي تم ضمها خلال الساعات الماضية أيضا من النقاط المهمة كابتن ربيع ياسيني يتكلم على أنه هو بيخطط لفريق للمستقبل لفريق بيتروجيت طبعا كانت تولى القيادة الفنية الموسم الماضي وقدر يصعب الفريق من المركز الرابع عشر وكان بينافس على الصعود للمرحلة الأخيرة أيضا من النقاط المهمة جدا النهاردة أعيز أقولك أن الكابتن ضياء كابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري واحد من أبناء النادي الآلي النهاردة موجود بيتابع اللقاء بدئين الشغل بدري للجهاز الفني للمنتخب المصري موجود النهاردة في ملعب مختار التيتش أعيز تابع اللقاء ويبدأ يعني قبل ما يروح للمباراة الرسمية لا بيتفرج على المباراة الودية دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من ملعب مختار التيتش من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميلين العزيزين كريم أحمد وفاروق صلاح